السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجد عبدالرازق استشاري أمراض موادية وجهاز هضمي وكابت أتشرف بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن مرض الإيد سنناقش اليوم موضوع تحليل الإيد النهائي والقطعي هناك الكثير من يتعرض لعلاقة جنسية غير شرعية خارج إطار الزواج وبالتالي يحدث له نوع من أنواع الألأ أنه ممكن أن يكون انتقل فيروس نقص المناعة المكتسبة وهو الـ HIV طبعا الفيروس نفسه في مراحله المختلفة هذا نسميه متعايش يعني لو الشخص جاء له فيروس HIV معناها أنه موجود عنده لكن لسه لم تصل إلى مرحلة الإيد الإيد هي المرحلة الأخيرة من المرض وهذه هي التي يحدث فيها المضاعفات والأورام السرطانية لا يقدر الله أن يحدث فيه وفاة لو هذا الشخص لا تشخصه مبكرا ولم يأخذ العلاج لا يحدث في مرحلة الإيد ويعيش حياة طبيعية مثل أي شخص طبيعي والعمر الإفتراضي بتاعه تقريبا زي عمر الشخص العادي الذي هو بدون أي أمراض نريد أن نعمل الفحوصات اللازمة لكي نتطمن إذا كان هذا الشخص عنده فيروس HIV أم لا، هناك فترة اسمها فترة النافذة وهي الفترة التي يحدث فيها أن جسم الإنسان يظهر فيها أجسام مضادة والأجسام المضادة تأخذ وقته على بل ما تظهر يبقى ما ينفعش أن بعد العلاقة الجنسية ثاني أو ثالث يوم نروح نعمل فحص HIV لذلك الفيروس أو الأجسام المضادة ستظهر وبالتالي لو أنت عملته سيطلع سلبي وتعتقد بالخطأ أنك سلبي إذا لازم وجود فترة النافذة التي هي فترة ظهور الأجسام المضادة هذه الأجيال تختلف من جيل لجيل هذه الأجيال التي أقصد بها الأجسام المضادة يعني الجيل الأول والجيل الثاني لكي يبقوا قطعيين لازم مرور ثلاث شهور هذا الجيل الأول عبارة عن أجسام مضادة وهي IgG ضد فيروس HIV-1 الذي هو النمط الأول من الفيروس هذا الجيل الأول هذا الجيل الثاني عبارة عن HIV-1 و2 نعمل لهم اختبار الأجسام المضادة الذي هو IgG بالنسبة للجيل الثالث وهذا يبقى قطعي بعد عشر أسابيع وهذا نعمل في الأجسام المضادة IgG والIgM للنوعين الذي هو النمط الأول والنمط الثاني من فيروس HIV-1 أما فحص الكمبو وهذا الجيل الرابع وهذا عبارة عن إختبارات الأجسام المضادة للنمط الأول والنمط الثاني من الفيروس وأيضا نعمل IgG والIgM والأجسام المضادة وفي نفس الوقت نضيف عليهم بي 24 وهذا جزء من الفيروس نفسه وبالتالي هذا يبقى دقيق وبالتالي هذا يبقى دقيق وبالتالي هذا يبقى نكتشف المرض مبكرا يعني بعد 6 أسابيع يبقى النتيجة قطعية ويتساوي هذا التحليل الذي هو فحص الكمبو أو الجيل الرابع الذي يبقى قطع بعد 6 أسابيع مع اختبارات الاليزا وأيضا مع اختبار البيديات هذه الاختبارات دقيقة وتكتشف الأجسام المضادة للفيروس بعد 6 أسابيع بالنسبة لاختبار البي سي آر طبعا اختبار البي سي آر يبقى غالي قليلا ويحتاج معمل مرجعي يعني معمل يكون عنده إمكانيات كويسة وفي نفس الوقت هذا التحليل يعتمد على الفيروس نفسه ليس الأجسام المضادة التي يطلعها الجسم لا، على الفيروس نفسه وهذا بعد اليوم التاسع لو تلعت سلبي يبقى أنت قطعيا سلبي لأن هذا ما نسميه التحليل الاليز المبكر الذي هو أساسا بعد مرور 9 تيار بالنسبة للأعراض بالنسبة للأعراض التي تصيبك مثل احتقان في الحلق أو غدد لنفاوية أو بياض لللسان أو في بعض الأحيان طفح جلدي لو أنت طلعت سلبي إذن أنت قطعيا سلبي طالما مرت فترة النافذة يبقى أنت قطعيا سلبي الثمن سلبي من الـ HIV هناك أشخاص تسأل على HIV-2 الذي هو النمط الثاني الـ HIV-2 موجود في منطقة محدودة في غرب أفريقيا وهو ليس منتشر على مستوى العالم وبالتالي بعض المعامل تعتمد فقط على HIV-1 الذي هو النمط الأول فقط اختبار الـ الـ جيل الرابع يكتشف الـ 2 ويكتشف الأجسام المضادة IgG والIgM B 24 وبالتالي هذا يكتشف إذا كان عندك النمط الأول أو النمط الثاني بالنسبة لي أيضا هناك ناس تسأل هل يختلف التحليل الـ HIV لو ظهرت الأعراض أو لم يظهرت الأعراض لا لا يوجد علاقة سواء ظهرت الأعراض أو لم يظهرت الأعراض إختبار الـ HIV لا يتأثر بوجود الأعراض يتأثر بفترة النافذة أيضا هناك ناس تسأل عن الأرقام المرجعية يعني ممكن يطلع إختبار الـ PCR لو أقل من واحد تبقى أنت سلبي يطلع أربعة من عشرة أو خمسة من عشرة هل معنى أن أنا عندي فيروس ولكن كميته قليلة؟ لا، هذا فهم خاطئ أنت ما عندكش الفيروس أصلا أنت أساسا هذه أرقام مرجعية أنت أصلا سلبي طالما كتب لك أنك أقل من واحد يبقى أنت أصلا سلبي ما عندكش أصلا الفيروس ليس معناها أن الفيروس موجود وضعيف أو كمته قليلة لا، أنت أصلا سلبي قطعيا طالما مرت فترة النافذة أو تحليل نفسه طالما بتوصية من الطبيب طبعا مهم جدا في بعض الحالات التي نبقى واخدنا أن بعض الأعراب تظهر لا يوجد علاقة بالHIV لكن يمكن أن يكون لديك أمراض أخرى جنسية مثل الزهري، الكيلاميديا، الفيروس بيه الكابدي عموما يجب أن الطبيب مختص يكشف عليك ويحدد ما هي نوعية الحالة واتسابي 0201027284778 لو عندك أي استفسارات أو حابب ترسل تقارير طبية أهلا وسهلا بك أشكركم جزيلا شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر